جاء الاحتفال بذكرى ثورة يوليو المجيدة محملا بالفرحة لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل من من تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي فقد أفرق قطاع الحماية المجتمعية عن 499 نزيلا تنفيذا للقرار الجمهوري رقم 265 لعام 2023 بشأن الإفراغ عن بعض المحكوم عليهم من من تنطبق عليهم شروط العفو بمناسبة الاحتفال بذكرى ثورة يوليو دلوقتي ننسى اللي كان وبكرة مليان للأمان بالصنع دي هقدر أعيش هقدر على الحمل التهي وهرد للبلد الجميل وأقدر أخط المستحيل اللي كان التي شكلها قطاع الحماية المجتمعية لتحديد من تنطبق عليهم شروط العفو انتهت إلى الإفراغ عن هذا العدد بعد أن تم تأهيلهم وإصلاحهم وفق منظومة عقابية حديثة تطبقها وزارة الداخلية وتراعي فيها كافة معايير حقوق الإنسان أشكر السيد الرئيس على اهتمامه بينا والحمد لله أنا مبسوط أن أنا خارج إن شاء الله في 23 يوليو أنا لسمعت إسمي دي في العفو كنت مبسوط جدا قلت أرجع على أهلي وأبدأ حياة جديدة وعدت بينه بالنفسي وقلت مش أعمل غلط تاني أنا مبسوطة جدا طبعا أن أنا خارجة لعيالي وبشكر السيد الرئيس جدا 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 وربنا يخلل لنا بسط الله لنا طلع الأسرة وطلع العيالي والحمد لله بسطة جدا وألف شكر للسيد الرئيس عبد الفتاح السيس أقام قطع الحماية المجتمعية احتفالية كبيرة للمفرج عنهم بمركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان عبروا خلالها عن سعادتهم بالقرار الرئاسي الذي يعد فرصة لهم لبداية حياة جديدة في ضوء ما اكتسبوه وتعلموه داخل مراكز الإصلاح والتأهيل سواء على المستوى التعليمي أو المهني بما يمكنهم من الاندماج في المجتمع أنا في صراحة تعلمت منهم إزاي ردت بحياتي ونظم حياتي بعد المخرج جيت وعشت وتعاملت مع الناس كلها هنا كويسين في مطالح ترام وفتالزوق وكمال أكتر حاجة تعلمتنا لأتزم وإزاي تعامل مع الناس برا يعني أنا أول لم كنت شوف أتعامل اشتغلت في مصر عن ندارة هنا واتي تعلمت فيه وإن شاء الله بعد ما ربنا يكرمني إن شاء الله برا إن شاء الله هطلع أكمل اللي تعلمتوا هنا إن شاء الله بإذن الله أنا الحمد لله أنا وجه صناعية من زمان في مغبز وبرضا كنا اشتغلت في مغبز شوية فأنا برضا إن شاء الله أطلع أشتغل في صناعيتي تاني بإذن الله وألتزم وشوف يعني أسرتنا كنا ونمشي كويسين بإذن الله وربنا يسترع علينا إن شاء الله طبعا صنع يعني كويسة جدا إن أنا تعلمتها هنا في التهيل ولما أخرج برا إن شاء الله هفتح الورشة دي وهكسب بقى من عرق جبيني استقبل أهالي المفرج عنهم أبناءهم بفرحة كبيرة عقب خروجهم من بوابات مراكز الإصلاح والتأهيل موجهين الشكر لرئيس الجمهورية على هذا القرار شايف العفو الرئاسي بداية على حياة جديدة وهو تغير نفسيا من معاملته في مركز التأهيل وإن شاء الله يكون بداية جديدة ويكون بداية خير وأمل لي ولكل اللي طالعين النهاردة وإحنا بنشكر كل اللي موجودين هنا وبنشكر سيادة الرئيس إنه أعف عنه من النهاردة وطلعهم ما كنداش منتظرين ويخرج دلوقتي بصراحة بس يعني ربنا يكرم الجميع إن شاء الله ومصر دايما عمران له بالخير إن شاء الله والحمد لله ونشكر الرئيس عبدالفتاح السيس وبنشكر الناس اللي جامد بكل المجهود وبالعفو الرئاسي وحسيت فعلا أن ابن عم تغير وأنه بيجوا أسلوبه كويس هكذا تسعى المنظومة العقابية نحو إصلاح وتأهيل النزلاء وفقا لمعايير حقوق الإنسان ليتسنى لهم سرعة الاندماج في المجتمع عقب الإفراج عنهم من مراكز الإصلاح والتأهيل والتي أحدثت نقلة نوعية وإنسانية في السياسة العقابية اشتركوا في القناة